أثناء اليوم في حاجات كتير بتشوش على عقلنا وتفكيرنا لكن فيه وقت معين الزهن بيكون فيه صافي وعقلنا هادي ولما عقلنا يكون هادي التفكير حيكون إلى حد كبير سليم الوقت ده فرصة ممتازة إنك تفكر فيه في حلول لمشاكلك تفكر فيه في نفسك وفي مشاعرك إنك فعلا عايز إيه ورافض لإيه تخطط فيه اليومك والمستقبلك تاخد فيه قراراتك تفكر في حاجة محتار فيها المهم إنك تستغل للوقت ده بالتفكير طيب إيه هو الوقت ده؟ هو أول ما بنصحى من النوم قبل ما تقوم من السرير وتبدأ يومك بمشاغله وتشوشاته خصص وقت تفكر فيه ولو لربع ساعة وخليها عادة عندك تستفيل من الوقت ده وما تفوتهش